اضع نص كباية من التحين الخام وعليها معلقتين كبار زبادي نفس الطريقة دي بعملها لو انا عملة سمك نفس الاضافات مع عدس زبادي يعني بشير الزبادي لو عملة التحينة دي جنب اكلت سمك ولا حاجة حطيت بقى فاصتين ثم فرومين وحط نص معلقة من الملح نص معلقة صغير ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الشطة ونص معلقة من الكزبرة النجمة هحط عليهم برضو معلقة كبيرة من الخل وعود بقى يقلب فيهم كده لغاية ما كل دا يدوب كده في قلبه بعضه وبقى بقى محضرة جنبي مية سخنة ايه او مية بتغلي يعني المية السخنة بصراحة بتخليها تدوب بسرعة جدا وبتخلي لونها فاتح وحلو قوي احط شوية وقلب وشوية وقلب لغاية ما وصل للقوام اللي انا بحبه انا مش بحبها خفيفة بحبها تقيلة فحفظة لقلب كده واشوف السمك معاية شكله ايه تمام هو دا كده القوام المظبوط يعني بيبقى وسط مش تقيل قوي ومش خفيف قوي هحطها بقى في طبق التقديم وحزوقها بقى ايه عندي طبق كده بحط فيه معلقة كده من الزيت وعليه رشة كامول وزيه برضو طبق تاني فيه معلقة زيت وعليه رشة من الشطة وبحط بقى على الطبق كده بالشكل ده وبعمل بها ايه اشكال كده عشوائية بتجي في دماغي بتديها شكل وبتديها برضو طعم حلو جدا عملت خطوط كده وبالسكينة بقى هعمل يعني خطوط عشوائية كده ريح جاي عشان تديني الشكل ده وبرضو بتتغنس كده مع الطحينة بيبقى طعمها حلو جدا يلا هسيف دي بقى وندخل على الطريقة التانية دي الطريقة اللي هي فيها خدعة كده بتاعت المطاعم اللي بيعملوها هحط كوباية من المية بحلها صويرة كده وعليها معلقة ونص من الديق هقلب بالمعلقة بقى كويس جدا كده على البيرد لحد ما كتل الديق دي تختفي خالص وبعدين اروح بقى احطهم على عين البوتاجاز لغاية ما تبتدي ان هي تزخن وتغلي وتتقل معي وتبقى بالشكل ده عامل شبه المهلبية كده اهم حاجة قال فيها باستمرار علشان ما تلكعش مني هفضيها على طول في طبق وهي سخنة كده ما سبهاش تبرد وبعدين هضيف عليها معلقتين اتنين بس من الطحينة مش اكتر من كده دول كده معلقتين كبار من الطحينة هحط عليها برضو رشة مالح ورشة كمون ورشة شطة بس كده هقلبهم بقى مع بعض هبص تلاقي الطبق كله بقى سلطة الطحينة بصوا بقى الخدعة دي بس طعمها طحينة يعني اكتر انك عاملة الطحينة بس ضبط من غير ما تحط عليها اي حاجة بس طبعا بيبقى قومها تقيل هحط عليها معلقة خل وقلب فهلاقي القوم بتاعها برضو تقيل جدا فها برضو هحضر جنبي مية صخنة وابتدي بقى ان انا ازودها بس هنا في فرق بقى المية هنا هكترها شوية يعني اخلي الطحينة تكون خفيفة لان هي لما بتبرد بتتقل جدا لان هي فيها طبعا دقيق عامل شبه المهلبية كده بيتقل قوي فانت تخليها خفيفة عشان لما تتقل يبقى قومها وسط ومزبوط دي الطريقة الاقتصادية اللي بيعملوها المطاعم فبتلاقي ان هو بيفرق كده مع الكفتة ومع المشويات سلطات تحينه كتير لان هو بيبقى عامل الحركة دي طعمها ما بيبنش خالص بيبقى طعمها حلوة على فكرة برضو بزوقها بنفس الطريقة الزيت بالشطة والزيت بالكمون برضو بعمل فيها اي حركات كده عشوائية تزين الطبق الطريقة دي منجزة جدا معاك لو ما عندك يشغل شوية طحينة صغيرين وعندك عزومة او عندك اكلة محتاجة صلاة الطحينة تعمليها برضو طعمها بيبقى حلو جدا زي الطحينة العادية بالزبط بس وخلصت معايا وبقت بنفس الشكل ونفس اللون وكمان نفس الطعم خلاص كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة قادي الطريقتين جربوهم هيجبوكو جدا جدا وانتو عارفين بقى رمضان داخل علينا كل سنة طيبين وبيبقى مليان بصلاة الطحينة لو الفيديو عجبكم هتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يصلكم كل جديد واشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة باي باي اشتركوا في القناة دعشق دعشق